السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كريما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير عباشركم بروكة ضهي دخل علينا بالخير والصحة والسلامة لجميع ان شاء الله اليوم نشارك معكم واحدة حلية او فلان للصحور ساهل طريقة ديالو جيد اقتصادية وبسيطة في نص الوقت كنتمنى الفيديو يعجبكم تبارتجو مع الاصدقاء اول احباب ديالكم شوفوا الشكل ديالو كيجي رائع بزاف والتمن ديالو كيطاح اقتصادي على اللي غادي تشريوه من بره شوفوا معي هنا هي القوام ديالو كيجي كريمي كنتمنى تتابع معي الفيديو من الاول تل الاخير باش نشاه معكم الوصفات بارتجو مع الاصدقاء اول احباب ديالكم ندوزوا دبا المقادير وطريقة تحضر بسم الله على بركة الله غادي مدوف المقادير ديال كراميل هو اللول عاد غادي ندوزوا لباقي الوصفة هنا تقريبا عندي واح نسكس يعني فيت واح شوية غادي نضيفوا له جوج معلق ديال الماء كبارين مشي مملوئين بزاف يعني غي شوية جوج معلق ممسوحة كيما كتشوفوا وغادي نوضعوها على نر مهيلة بدون تحرك يعني اتكيدوا السكر تماما عاد ممكن انكم تحرقوها بالملعقة الخشبية صفي هنا يا بعد مداب تماما يعني ديك المداب من بعد كما كتشوفوا كيرجع لشكل كرامي لعندي هاد الكووس هادو وانتو ما ممكن تستعملوا اي نوع ديال الكووس عندكم في الدار ماشي ضروري يكونوا عندكم هادو غير هادو كيجو في حدي المحلات الكبرى كيجو اقتصاديين سهلين ولدادين طبعا نحسن من ديال الزنقة هنا يصفي كما كتشوفو كنضيف الكيميا ديال الكراميل يعني الكيميا يوح الكيميا قليلة ديال الكراميل في الكووس ومن بعد غادي ندوزوا انتسمت الوصفة غادي نخليهم هاد الكووس على جانب واندوزوا لباقي الوصفة هنا غادي نحتاج انا لتر ديال الحليب بالنسبة اللي بغا تستعمل غير الحليب بوحدو اللي بغا تستعمل الكريمة الى غادي تستعمل هاد الكريمة كتكون فيها ميتين ميلي ما يعادي الكاز ديال العنب انا غادي نقص الكاز ديال الحليب وغادي نعاوضو بالكاز ديال الكريمة لما عنداش الكريمة ممكن انكم تعملو غير الحليب فقط صافي هنا انا غادي نحيط ذاك الكاز انتو ما عادي تشوفوا معايا هنا وهذا الكاز اللي غادي نحيط غادي نعاوضو بالكريمة السائلة المياه التي لدينا توزن كس يعني ما يعادل مئة الميلي ما كانت شي متوفرة ما يشي ضروري ممكن تعملو غير الحليب فقط تاو كي جلديد بزاف هنا غدي نستعملو جوج دي الصشيات ديال فلان شينوة ممكن تستعملو هادو ممكن تستعملو اي نوع ديال فلان يعني كل فلان غدي يكون مع نصي طرو ديال الحليب يعني لحسب الدول كل دولة والكمية اللي عندها ديال فلان يعني كيل ل عندها صغير وفيه الوزن كبير كتار يعني وكيل ل عنده الحجم الكبير كي يكون فيه السكر ديالو يعني انتم ما غدي تشوفوا العلبة اللي كتكون فيها كل علبة فيها نصي طرو المهم انا عملت انا جوج ديال الصشيات بالنسبة للسكر غدي نعمل جوج مع لق ديال السكر فقط لان الكريمة اللي عملت تكون حلوة اللي ما غاديش تعمل الكريمة طبعا غادي تزيت الكمية دي السكر ونطينا عينك ميزانك كين اللي كتبغي فلان يكون عندها ناقص سكر يعني حتى اللي عملت الكريمة ممكن تنقصه من الكمية دي السكر عشان كنقول لكم السكر دائما كيبقى حسب الضوغ ليلكم هنا غادينا نضعو فوق النار مع تحرك المستمر يعني مرة مرة كنحركوا كما كتشوفوا معايا حتى كيف يفتل هذا فلان ومن بعد كنحيدوه كنفرعوه في الكؤوس يعني طريقة ساهلة بدون تعقيدات شي حاجة اللي هي بسيطة كنتمنى انكم تجربوه بالكريمة لان الكريمة كيجي شي حاجة رائعة بزاف يعني كيجي مختلف تماما على الفلان العادي اللي كنعملو دائما هنا مباشرة يعني انفوه كنطفيو النار مباشرة كنوضعوه في الكؤوس باش ما كي يعقدش في الكسرونة صافي كما كتشوفوه جاونيس سدية للحبات يعني نيشا ما زيداء ما نقصه انتو مغادي تشوفو معايا كيجي قد قد لتر ديال الحليب خرج لي السد ديال الحبات ديال هاد فلان يعني السد ديال الكؤوس صراحة يعني كيتاح اقتصادي وخاب بالنسبة الكريمة مشي شي حاجة لان ثمان ديالو في الزنقاء يعني كيتقام غالي يعني وخا تعملوه في البيت ديالكم تعملوه بالكريمة مغاديش يتقام غالي هنا يا انا غادي نخليه في المطبخ تقريبا 1-4 ساعة للمغانا مش مبقاش يصخون بزاف من بعد كنوضعوه في الثلاجة في الاسفل فقط يعني عندكم تعملوه في المجمد هذا ما كيتعملش في المجمد في الثلاجة في الاسفل فقط غادي تخلي وهم ما بين ساعتين 3 ساعة تحتك يبرد مزيان وكتقدموه بالصحة والراحة اهم حاجة وخيبة اللي إذا كاملة في الثلاجة المهم اهم حاجة هو انكم ما توضعوش في المجمد هنا يا انا كنت وجدتو بكري تقريبا مع الوحدة وهنا تقريبا كانت الاربعة ونصة ولا الخمسة غادي نقدموه معاكم شوفوا معايا هنا يعني الطريقة هرا سهلة ضغيك يتحيد لي انا ذلك الكراميل ولي كيساعدو باش يتحيد كل سهولة بالنسبة للتقديم انا غادي نقدموه بها الطريقة هادي في الطبيسلات فرضيين كما كتشوفوا معايا هذا الكراميل كيجي رائع بزاف صدقوني الوصفة سهلة وبسيطة وضغيك يوجد يعني ممكن توجدوه في اخر ساعة شوفوا معايا الطريقة سهلة وضغيك يتحيد من المول ديالو وكما كنقول لكم دائما يعني ما تقيدوش بهذا الشي هذا يعني كنعطيكم اضافات اللي غادي تزيدو ممكن انكم تنقصوه وهنا كذلك بالنسبة للكؤوس يعني ذاك شي اللي عندكم في البيت ديالكم توفر غادي تخدمو به شوفوا معايا كيجي رائع بزاف وهذا ممكن انكم تعملوه حجم عائلي انا غادي نخلي لكم الروابط في صندق الوصف ديال فلان اللي عندي حجم عائلي صراحة كيجي ولدادين بزاف كنتمنى انكم تبرتجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وكما كتشوفو هادو هما الاشكال نهائية استدية الحبات او استدية الكؤوس كيجيوا رائعين بزاف شوفوا معايا اللون ديالهم كيجيوا اكتر من رائعين صدقوني الوصفة بسيطة يعني ممكن انكم توجدوها الصحور او الفطور او في الايام ديالكم العادية لانه فعلا كيستحق تجربة وهنا غادي نوريكم القاوم دياله كيجي كريمي كيجي رائع بزاف شوفوا معايا الشكل دياله وبارد يعني ضروري انكم تكلوه بارد ما يكونش يسخن شوفوا القاوم دياله هنا غادي نكون وصلنا اخر فيديو وكنتمنى تبرتجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم الى اللقاء مع وصف اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة